نشرت وزارة الثقافة السعودية تقريراً تضمن نتائج دراسة تحليلية أجرتها على جيل ما بعد الألفية رمزت إليه بالجيل زد للكشف عن تفضيلاته للفعاليات والأنشطة الثقافية في البلاد من أبرز نتائج هذه الدراسة أن 78% من جيل ما بعد الألفية في السعودية متحمسون للتجارب الثقافية خصوصاً سكان المناطق الشمالية مشيرة في الوقت ذات إلى أن التكاليف المرتفعة تعد أهم المعوقات التي تحول دون حضورهم لهذه الفعاليات تفاصيل أكثر حول ثقافة جيل ما بعد الألفية في السعودية نستعرضها مع زميل سالم الراجح الكثير من التساؤلات تدور حول الجيل الجديد أو جيل ما بعد الألفية عن اهتماماتهم وطرق تفكيرهم وعن مستقبلهم أيضاً ويمثل هذا الجيل نحو 39% من إجمال عدد سكان السعودية وفقاً لآخر البيانات الرسمية وزارة الثقافة السعودية نشرت دراسة حول نظرة جيل ما بعد الألفية للأنشطة والفعاليات الثقافية 78% من جيل ما بعد الألفية في السعودية متحمسون للتجارب الثقافية وخصوصاً سكان شمال البلاد وفقاً للدراسة التكاليف المرتفعة والأوقات غير المناسبة أكبر العقبات التي تمنع جيل ما بعد الألفية من حضور الفعاليات الثقافية التي تنظم في مختلف مناطق السعودية تعديل المزاج والسعي نحو إشباع الشغف من أكثر الدوافع التي تحدد مفهوم الهواية لدى جيل ما بعد الألفية وكيف يقضون أوقاتهم السينما ومشاهدة الأفلام أكثر الأنشطة الترفيهية رواجاً ورغبة لدى جيل ما بعد الألفية أو ما يسمى بالجيل زد وهذا يجعل الفرصة مواتية لصناع الأفلام ودور السينما لاستغلال هذه الرغبة في صنع المزيد من الأعمال وتوصلت الدراسة التي أجرتها وزارة الثقافة السعودية إلى زيادة الوعي لدى جيل ما بعد الألفية بمعارض الكتب وفعاليات الفنون البصرية مثل فعالية نور الرياض الصور أفضل وسيلة للتواصل مع جيل ما بعد الألفية حيث أظهرت الدراسة أن هذا الجيل يفضل التواصل البصري والفعاليات في الأماكن المفتوحة معنا في استوديوهاتنا من الرياض أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة الملك سعودة الدكتور عبد السلام الويل حيث كلها دكتور سعيد بتوجدك معي على حيث دكتور أول شيء كيف تقرأ هذه النتائج للدراسة أول شيء أشيد بالدراسة من ناحية حجم العينة العدد الكبير 5000 وشوي وغطت جيال مختلفة النتائج يعني يمكن أكثر شيء لفتني في النتائج أنه فيه اختلاف ما بين الذكور والإناث في ما هو المنشط الثقافي أن الذكور يركزون على البعد أن الثقافة بالنسبة لهم من الآثار أو التراث بينما بالنسبة للإناث هي أكثر شيء سلوب حياة والطبخ مثلا والأزياء والحكاوي فهذا الفارق كان ملفت الحقيقة ما معناه؟ واضح أنه المسألة المتكررة أنه فيه دائما اختلاف ما بين الجنسين في كل مكان بالعالم في كل ثقافة بالعالم في رؤية الأمور وأن عكست أو أن وجدت في هذا المجال جميل وبالنسبة لإقبال هذا الجيل على المناشط الثقافية الكلام عن الفنون البصرية السينما وغيرها أيضا الموسيقى فكيف شايفها أيضا بالنسبة لإقبال بناء على هذه الدراسة؟ التقرير أشار إلى أنه فيه فجوة ما بين الواقع عندنا هنا في بناءة الإقبال على المناشط الثقافية والمقارنة المرجعية ليدول الأخرى في المسرح ركز بالذات على قضية المسرح والفنون البصرية والموسيقية والمتاحف فيبدو أنه هذه مي بخاصة بهالجيل يبدو أنه هذه خصيص الثقافية يبقى أنه وقت على ما يكون فيه إقبال على قضية بالذات المتاحف تقصد أنه ما فيه فرق بين هذه الأجيال في مسألة الإقبال على المتاحف تحديدا؟ هذا ما أزعم أنا لا أرى صراحة كثير من السعودين يتوجه المتاحف في مقابل أعداد الآخرين والجنسيات الأخرى تحدث عن المتاحف في دول متقدمة على سبيل المثال هذه موجودة صحيح؟ نعم أذكر أذكر مرة كونتوريات المتحدة في واشنطن عند المول في قضية متاحف كثيرة ما كان فيه خليجي من شكل عام لكن بالمقابل لما تروح مولاة تجارية في نفس المدينة تلقى تمثيلهم كبير جدا فالمتاحف ميب منشط يجتذب ليس بجزء من الممارسة بالمقابل الإقبال على المهرجانات كبير والتقرير شاف أنه الأجيال الأقدم بالذات الجيل الأيكس الأقدم واحد من هذه الستين وتسبيلات يحب المهرجانات بشكل أكبر أيضا أيضا فيه نتيجة لفتاتني الحقيقة بالموضوع حلو اللي هو أنه الثلاثة جيال X و Y و Z كلهم يحبون النشطة التقافية بس التقرير رأى أن الجيل ما بعد الألفية جيل Z أكثر نشاط من الأجيال الأخرى في الإقبال على هذه النشاطات وفي المشاركة فيها كمتطوعين طيب فيه دلالة على 78 متحمسون للتجارب الثقافية من العين وخصوصا سكان شمال البلاد فيه دلالة هذا الأمر لماذا سكان شمال البلاد تحديدا يخصهم هذا التقرير من هذه النسبة بأن لديهم حماس بالفعل لإقبال على المناشطة الثقافية يمكن المنطقة الشمالية من المملكة عدد السكان ليس كبير جدا فبالتالي أي اختلاف بالإجابات تؤثر يعني ترفع الإجابة بنعم أو لا فهذه لها دور كبير جدا بصراحة لم أطلع على حجم العينة في قضية الشمال البلاد لكن أعرف من خبرتي من خلال العمل في المركز الوطني استطلاعات الرأي العام أنه لما تكون المنطقة مليانة بالسكان أي نتيجة تكون حساسة التكاليف المرتفعة لأوقات غير المناسبة هي أكثر العقبات التي تمنع أولئك عن حضور الفعاليات الثقافية في مختلف المناطق هل تتفق مع هذه النتيجة بأنها الأسباب الرئيسية لعدم التقرير أشاري لأن هذه أسباب عامة يعني موجودة بشكل عام ما يبعند جنس معين ما يبعند جيل معين من جيلة الثلاثة ولا يبعند منطقة معينة في الحاحة أو تكرار من مختلف الفئات على أن السعر وعلى أن التوقيت هذولي أكبر عائقين ويمكن أنه كذلك الفعاليات موجودة في كل مناطق المملكة ربما يكون في تباير أشاري تقرير هذا بوضوح على مناطق المملكة بشكل متساوي مثلا أو بمتساوي لكن إنها مركزة في مناطق أكثر من غيرها أنا أتوقف معك ربما دكتور عند أيضا الأرقام حول استخدامات جيل ما بعد دلال فيها لوسائل التواصل الاجتماعي أيضا مع الزميل سالم الراجح منذ ما يزيد عن 12 عاما بدأت وسائل التواصل الاجتماعي رحلتها في هذا العالم وأصبحت الأدوات الأساسية التي تحدد يوم الإنسان كيف يقضيه وعلى أي منصة الواتساب أكثر التطبيقات شيوعا واستخداما لدى جيل ما بعد الألفية بـ 87% يليه سنابشات بنسبة 78% فيما جاء تطبيق تكتوك ثالثا كما نشاهد في هذا الرسم البياني بـ 74% وفقا للدراسة التي أجرتها وزارة الثقافة السعودية ما هي استخدامات جيل ما بعد الألفية لوسائل التواصل الاجتماعي؟ الحصول على المعلومات وشراء السلع إضافة إلى الخدمات وتحميل البرامج والألعاب أبرز الاستخدامات التي ينفذها جيل ما بعد الألفية عبر وسائل التواصل ويقضي هذا الجيل سبع ساعات يوميا كمعدل متوسط لممارسة الأنشطة عبر الإنترنت منها خمس ساعات لوسائل التواصل الاجتماعي واتساب وسناب شات والإنستجرام أهم ثلاث وسائل لاستهداف جيل ما بعد الألفية بالإعلانات بشرط أن تكون جذابة ومبتكرة شايف في شلون زمان تغير دكتور عبدالسلام زمان كانت الكتب المخطوطات وغيرها من الأمور الموسيقى شرايط هي التي تشكل ثقافة الإنسان اليوم أصبحت واتساب 78 أو 87% سناب 78% تيك توك 74% سبع ساعات يقضيها يعني على الهاتف أو على الموبايل أيضا كيف شايف هذا الموضوع وكيف تقرأ دلالاته أستاذ خالد أعتقد مدري أنا طلعت مع كل ما أحد الزملاء هنا حول قضية الجيل الجديد واستخدام وسائل التواصل من عملي بالجامعة أرى تغير سريع إيجابي في قضية الحصول على المعلومة ممتاز لكن وش المشكلة فيها أيضا موزعة هذا أنه 7 أو 8 ساعات مع جهاز معناه عزلة عن العالم الحقيقي وهذه نشوفها عندنا الأجيال بشكل وعندها صارت حتى عند الكبار عند الكبار فصارت الوشائج تنقطع ليس بقضية بس أنه أقاربك ما تشوفه لا قضية ملء الفراغ الروحي والجمالي لدى الإنسان بالتفاعل الحقيقي مع البشر يعني الحديث وجه الوجه تعبيرات الوجه مشاركة الحكايات إذن الأجيال الجديدة تحصل المعلومة بسرعة وذكية في الحصول جيل رقمي نعم جيل رقمي لكن ماذا عن الأبعاد غير المعرفية غير المعلومات الشرط لا يلقي قبل قبيل يعني إنه إذا سبع ساعات ثمان ساعات مع جهاز طيب متى الساعات التي فيها تفاعل مع الآخرين يعني إذا الواحد مثلا عمره بالعشرينات سبع ساعات ثمان ساعات إذا جاء عمره بالسبعين ما هي ذكريات العمر يعني وين قضية وقتك مع الأصدقاء وطلعت رحلات أو أشياء هذه لكن ربما هناك أسئلة كذلك أكثر أهمية من هم هؤلاء كيف يفكرون كيف تشكلت أيضا ثقافتهم كيف رح يكون دورهم مستقبلا في التعامل مع الأحداث مع البلد مع الاحتياجات مع الأهداف مع الخطط مع التنمية مع غيرها من الأمور لما أتكلم مع الشباب اللي هم الآن في الجامعة يدرسوا في الجامعة مثلا عمرهم عشرين ساعة عشرين واحد عشرين ثلين عشرين أقول لهم أنتم تسمعون بشي يسمونه جيل الطفرة ولا لا أقول لهم أنتم أقرب في قيم العمل لأجدادكم لأباء اللي في عمري مننا إحنا يعني الأجيال هذه استعادة قيم العمل اللي يمكن أنها انخفضت عند جيل الطفرة فبالتالي من ناحية قيم العمل نرى أنه فيه تحسن كبير صحيح لدى الجيل ممتاز وعضح يقبال على الشركات الناشا في يقبال رياضة العمال الكافيات كل المتغيرات صحيح يصنعون ما تلقاهم في الكافيات وفي المشاريع بالتأكيد هذا نشوفه نحن وبكثرة وفي كل مناطق المملكة واليوم حاصلها وطال على إحصائية البطالة الرقم الأدنى على الإطلاق 24% وهذا بسهل هذا من ناحية إيجابية نعم السلبية يعني السلبية أنا خايف هي تجربة الحياة بس القضية أنه 7 ساعات 8 ساعات مع جهاز يعني تجربة جديدة على البشر كلهم يعني ما نعرف بعدين وش يصير يعني الكاريكاتير اللي مطلع أم كانت أول تمنع ولدها لا يروح للشارع يلعب الآن تسحب الولد بالقوة إلى الشارع هي القضية قضية العمر جزء منه التجارب اللي نعيشها بس في ناس تقول مثلا بأن هذا الجيل لا يشعر بالاطمئنة نشوفهم مشغولين بالتوافع زي ما يقولون أنا أنقل ما يقوله البعض حريصين على متابعة أخبار الحمقى المغفلين وغيرهم أنت شايفهم يعني الفعالية فيها أي واحد من هؤلاء المشاهير تلقاهم بالألف موجودين رصيدوا من الثقافة من العلم يكاد يكون صفر بالتالي هذا الخوف من أن هذا الجيل هو الذي سيتصدى لمواجهة المستقبل ومواجهة التحديات هل أنت شايف أن الأمر له خطورة ولا هذا مبالغة أكثر منه أرى أنه مبالغة جدا أرى أن الجيل ذا من ناحية المعلومات المهارات أحسن من اللي يعني مرة يقولون بلغوا هيراقلوا فيها قبل أربعة ألاف سنة عند الأفراعنة لكن مكتوب نص واحد أربعين يكاد ويقولون أن جيلها اليومين لا يحترم الكبار هذا قبل أربعة ألاف سنة دائما هذه جزء من ثقافة البشر أن الجيل الأكبر لا ما عندها تقييم يجابي تجاوز الأفكار التي كانت موجودة لكن الجيل التي عشتها في جيلك وعشناها كلنا نعم أفكار الإسلام السياسي الأفكار المتطرفة المتشددة تقرير احترم الهويات الأخرى الفرعية احترم الآخر ومسألة هل تشوف أنه فيه تغير في هذا الموضوع أو لا يعني مثلا التقرير الأشعر لأن جيل الزي عنده X, Y, Z ثلاثة جيال الجيل الأخير ما بعد الفية أكثر قبال على مناشط الثقافية بالمناشط من اللي قبله غير قضية الحصول على المعلومة غير قضية الماراة غير قضية التحق بالعمل اللي هي خارج التقرير فكتقييم إجمالي نحن نرى تقدم في الجيل في مهاراته في معارفه في ما يصنع من واقعه لكن بس عامل القلق اللي أشرت له قبل قليل في قضية أيضا التي هي قضية احترام الثقافي احترام التعدد الثقافي يعني واحدة من يعني واحدة من عنوين المرحلة ما بعد العالمين الرؤية هو التعدد الثقافي اللي نفاخر فيه واللي نبرزه واللي نعتقد أنه عامل جذب الثقافتنا باعتبار أنه السياحة أحد المناشط حقا فبالتالي لازم الجيل هذا ينشع على قضية الاحترام التعدد الثقافي بأنه باعتبار هذه أحد يعني مرتكزات هوية البدد والله فيها تفاصيل كثيرة الدراسة يمكن يحسب لها كذلك أنها وضعت الأصبع على الجرح وربما حتى وجهت توصيات لبرامج تحفيزية وتمويلية أيضا وأسابيع وفعاليات وتطبيقات وإلى آخر شاكر ومقدم لك توجدك معي دكتور عبد السلام أنا استمتع دائما بحضورك تسلام السلام السلام أستاذ علم الاجتماعي المشارك في جامعة المريكسون